بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العرمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبد العزيز أهل السعود والعهد رئيس مجلو سراء فخامة الرئيس شي جنبين رئيس جملة سجنين الشعبية أصحاب الجلالة والسمو والفخامة معالي الأستاذ أحمد بلغيث الأمين العام الجماعة والعربية السيدات وسادتي الحضر الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي أولاً أن أقدم إلى آخر خادم الحرامين الشريفين الملك سمان معزيز أهل السعود حفظ الله ورعه ومن خلال جلالته إلى حكومتي وشعب الملك الملك العبي الصورة الشقيقة خالص الشكر وعظم الإمتنان على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة الذين خطوتوا بهما أنا والوفد المرافق لمنذ يوصولنا إلى البلد الكريم الملكة العربية الصعودية كما وحيي تنظيم جيد لعمال هذه القمة التي نتوقع منها بثقة ارتقاء العلاقات العربية الصعينية نحو أفواق أوسن الإنزهار والتقدم في مختلف مجالات التعاون المشترك بيننا وبين جمهورية الصين الشعبية إنني على يقين من أن هذا القمة ستصم في موارعة الرؤية وسياساتي بشأن خضايا الثائرية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي تنزيل الحوار السياسي والموافق للمشترك التي تهدف إلى حماية المصالح العربية والصينية ودعم السلام الدولي والأمن وتحقيق التمنية المستدمة في جميع المجالات كما أنني مقتنع بأن هذا ذات الأولى لقيمة العربية الصينية التي تتضيفها المملكة العربية الصينية للشريقة بالإضافة إلى أمتها السياسية والاقتصادية والاستراتجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية ستهسيم في خلق روح جديد لشراكة العربية الصينية على أساس متنا وواضحة تمهد الطريق تسيق سياسي وتعامل وتقوم الاقتصادي ناجح ونأمل أن تكون حافظة قويا لإلتاقي من العلاقات العربية الصينية نحو أفواق أوسع بما يخدم المسرعة المشتركة للطرفين في الواقع على مدارس سبعين عامة وأكثر ماضية منذ تأسيس الصين الجديدة كانت الصين والدول العربية دائما تحترم بعضها البال وتعامل بعضها بعضا على قدر المساواة لذا فإن هذه القمة الصينية العربية الأولى هي حادث كبير وخطوة مهمة نتخذها منذ التزام رئيسي جمهورة الصين الشعبية بمضاعفة تبادل التجاري مع دول الخليج بين عام 2014 و2023 ومن هنا فإنني أحيي روح الصداقة والاستداد العمل يداً بيد لبناء المجتمع العربي الصينية الذي نريده من أجل مستقبل مستقبل مشترك زاهر تتجلى هذه الروح في التعاون المذوج الذي تمكن من ترسيخه في مكافة جائحة كوفيد وفي التعاون الناشي بين الأطراف الصينية والعربية على أساس المنفعة المبادلات وشركات المباحة للجنائل الحضور الكريم اسمحوا لي أن أذكر هنا بأن بلد جمهورة المتحدة قد اشترع في إصلاحات اقتصادية ودريماتية جديدة بهدف تنفيذ رؤية طموحة للإلتقاء للبلد إلى مرضبة الدول الصنعية بحلول عام 2030 وفي إطار أوريتها عقدت حكومة جزر القمر بالفيلم مؤتمر الشركاء التمنية في باريس في عام 2019 بجناح كبير وفي عقب هذا المؤتمر وبعد كوفيد 19 التي أثبت الزخمة المكتسبة في باريس نظمت الحكومة القمرية اجتماعا رفع مستوى بشأن متابعة المؤتمر شركاء التمنية في جزر القمر كان هذا الاجتماع على مستوى توقفنا ومكنا في تسديد إعلانات تمثيل جديدة لعدد إطلاق العملية الجديد وتعبئة إعلانات خطة العمل التمنية والتنفيذ الفاعل لخطة جزر القمر بحلول عام 2020 كما كان هذا الاجتماع من مشاركة توجهات الاستراجية لحكومة الإعلانات إطلاق التمنية المتدمة في بلاد وإعلاناتها إلى مصار الظهور في إطار جندة الاتحاد الفقية حتى عام 1063 وأجنالة الأمم المتحدة حتى عام 2030 ذلك أود أن أشاهد الجميع في إطار هذه القمة السنية العربية مساعدتنا في تنفيذ مشاريع وتوشيات هذا الاجتماع وفي المستوى بشأن متابعة خطة عمل البدانج وفي الخطان أنتهز هذه الفرصة يعبر هنا أن خالص الشكر والمجناني للدول العربية وصنادك العربية المتخصصة مشاركتها الفعالات لنتيه الممتوحة وأشكر جمهورية السنة الشعبية على دمها المتواصل التمنية لمشاراتنا والله وليه التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته